موسيقى موسيقى لفت نظري الديكور العصري حتى اللبس يعني كل شيء هيك جديد وعصري اشتغلتوا عليه طبعا عن قصد صح؟ طبعا إحنا كنا عم نحاول أنه دايما يكون بشبهنا وبحاول دايما أعمل هيك يعني أنا كل شيء عملته من وقت نما عملت أول مسلسل مسلسل زين كان الهدف طبعي أنه تطلع عمان اللي بنعرفها والشباب اللي بنعرفهم والناس اللي بنعرفهم والأماكن اللي بنروح عليها إحنا يعني لأنه كل البلاد بالعالم تحتفل بالعاصمة تاعتهم يعني بيحبوا العاصمة وأحيانا تتسمى اسم البلد باسم العاصمة يعني تونس مصر بيسموها القاهرة عمان شوي بتحسها مظلومة بهاي بالدراما يعني عنا فكن دايما عم بحاول أن عمان تطلع حلوة العمان اللي بنعرفها اللي بنكلنا بنحبها الناس بيشبهونا عشان حتى لما المشاهد يشوف يحس حاله أنه آه بيشبهني أو أنا بعرفه لهذا الشخص أو ما رأي عليها هاي البنت عرفتوه فهي كانت آل هدف منها حتى الأماكن اللي كنا عم نحاول روح عليها برضو أماكن يعني من الشعبية للراقية إذا بدك هي أماكن برضو كلنا بنعرفها يعني عشان تبين عمان بحب أسألكم يعني هلأ رجائي قواس أنت بلا شك نجم بكل معنى الكلمة أونلاين يعني أنت نجم ولكن أونلاين أنت تميست وممكن من أوائل الناس اللي قدرت أنك توظف مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي لمصلحتك بطريقة إيجابية أوكي اليوم بتشعر أنه أنا ما بدي عشان نمدح رؤية بالعكس بس أنا عم بقول رؤية اليوم عم بتقدم منبر يوازي الأونلاين بتشعر أنه الجمهور مختلف يعني اللي بيحضر ساعة كوميديا على رؤية غير اللي عم بيشوفك أونلاين على اليوتيوب مثلاً؟ أو ليش أشكرك أنك هيتنا نجم لا طبعاً يعني هاي حقيقة جمهور كل مكان بيختلف عن أي يعني دائماً مثلاً إنستغرام بيشبهش سناب شات بيشبهش فيسبوك فأكيد مشاهدين رؤية بيشبهوش أي مشاهدين تانين هلأ ما بيختلفوش بس بيختلف طبيعة المحتوى الفرع بالمحتوى لما الواحد يعمل إشي للأونلاين طبيعته وبنيته تختلف لازم تكون تختلف عن الإشي اللي بيتقدم على التلفزيون أنا على الأونلاين بكون بشخصية تانية تماماً على التيفي بعمل إشي تماماً هداك اسمه فيديو ان ديماند أنا بطلب إشي بشوفه فأنا رايح له فأنا لازم أتقبل كل إشي بشوفه فيه لأنه أنا اللي طلبته بالتلفزيون لا أنا رايح للناس فالموضوع بيختلف شوي موسيقى